أهلا بكم والبداية من توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني لهيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل في التسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب وتقديم النتائج بوقت سريع رئيس الوزراء وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي أشار إلى أن ذلك يأتي من تأكيده على مكافحة الفساد التي تمثل إحدى أهم أولويات البرنامج الحكومي اشتركوا في القناة